استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة موثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين ورحب سموه بالسفير البريطاني متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمه الدبلوماسية مؤكدا متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة والتي تزداد نموا في ظل الزيارات المتبادلة والتنسيق والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات مؤكدا سموه على الجهود الكبيرة التي يبدلها السفير في سبيل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من جانبه أعرب السفير البريطاني عن تقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وعلى ما يوليه من جهود في تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين معبرا عن امتنانه وسعادته لما يحظى به من دعم من كافة المسؤولين بمملكة البحرين وتم خلال اللقاء بحث العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر